يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة جمهين النادي الاهلي تفرح وتسعد وتنبسط النهاردة بأداء فريقها الكبير تفرح بمرس الكولر وجهازه المعاون تفرح بكل لعب النادي الاهلي اللي عملوا النهاردة حقيقي واحدة من أفضل مباريات الاهلي الأفريقية على الإطلاق أداء كبير أداء مميز من النادي الاهلي هدفين وكانوا مع الرأفة هدفين فقط وكان ممكن يزيدوا هدف لبير ستاو وهدف لكهرباء والاتنين من صناعة حسين الشحات المتقلق جدا المبدع جدا كل حاجة كانت ماشى بشكل رائع في النادي الاهلي في هذه المباراة أداء وانت بتتفرج تبقى فاتح بؤك ومنبهر ومبسوط وفخور بفريقك المصري وهو بيعمل هذا الأداء الكبير المميز جدا ولكن هدف للوداد عن طريق سيف الدين بوهرة في الديئة الستة وتمانين بنقسين كده في لحظة سرحان نسبي الاهلي كان مركز قوي النهاردة قوي في كل أحوال فيش فريق في العالم بيقدر يركز طول التسعين ديئة بالزبط بالثانية صعبة صعبة جدا جدا داخل فيك الهدف وفاز الأهلي اتنين واحد في هذه المواجهة ترجمة نانسي قنقر